ظلم على جوال الكل العراقية أن تكون هكذا ولكن نحن نحاول بقدر الإمكان على أقل تقدير إذا لم يرفع الحظر عن بغداد نحاول أن يكون البديل في أربيل أو في دوهو ولكن إذا ما تمكننا متعودين ما أتصور كل شيء مؤثر على لاعبين خارج الأراضي العراقية الصرح مثل ملعب البصرة هذا الصرح يفتخر بكل العراق لكن إذا تجي تقيس البنى التحتية للرياضة العراقية عموما لكرة القدم خصوصا بنا تحتية كل شيء أكو مشاريع عند الوزارة أن تدعم الأندية تصير ملاعب الأندية فسحنا الأندية خليه غير حديث بالنسبة للمشآت بدأنا بمشآت جيد جدا وهذه المشآت مثلا 2009 بدأنا البصرة الحمد لله اليوم 2012 2013 خلصنا بالنسبة للملاعب الأخرى الموجودة أدنى حاليا مثلا 2010 بدأنا الميناء الآن واصل إلى 67% كذلك مع النجف وملاعب أخرى الملاعب الموجودة في كل محافظة الآن أدنى ملعب هناك بعض الشركات الأجنبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر